أرحب بضيفي هنا في الستوديو الخبير العسكري والاستراتيجي مونير إشحاد أهلا بك عميد مونير شكرا لحضورك معنا أوصاد بن يمين نتنياهو تقول قبل قليل أنه لم يكن في منزله طوال الأسبوع الماضي لكن رغم ذلك وصلت هذه المسيرة إلى مقر إقامته في قساريا ما الدللات وما الرسالة التي كانت تحملها هذه المسيرة من الناحية العسكرية من ناحية العسكرية إذا نظرنا إلى الشريط الفيديو الذي عرض عن المبنى الذي يقتم فيه نتنياهو نرى في مشهد من المشاهد هناك زجاج مكسور بطريقة يظهر أنه زجاج مصفح هذا واضح في الصورة إذا عرضنا يا المخرج صورة الزجاج مؤكد أنه زجاج مصفح وأمام الزجاج هناك شجرة وهذه الطائرة وصلت إلى الشجرة قطعتها وانصطدمت بالزجاج وفجرت هناك وكونه مصفح لم تستطع الطائرة أن تدخل إلى داخل المبنى هذا يدل أن هذه الطائرة تستهدف شخصا داخل المبنى وليس المبنى يعني الموضوع دقيق جدا جدا إذا من الناحية العسكرية دققنا بالموضوع وشاهدنا هذا المشهد عن هذا المنزل رغم أن هناك شجرة تخفيه لهذا الزجاج هذه الواجهة الزجاجية نتابع على الشاشة صورة المنزل واضح إذا بقربنا بعد كمان أكثر بيني كان في شجرة قدامها صحيح هذه الشجرة تخفي الزجاج رغم ذلك هذه الطائرة كانت تريد أن تدخل من هذا الزجاج وليس إصابة المبنى هذا يدل أن الطائرة تتقصد اغتيال وليس فقط الاصطداب بالمبنى أنا هنا من هذا المنطلق هذا أعتقد أنه كان في المبنى نتنياهو ولم تنجح عملية اغتيال هلأ بدك تسمح لي أن أحلل هون سياسيا لو كنت محلل استراتيجي والعسكر لماذا نتنياهو ظهر بعد دقائق أو ساعتين من الحادث لماذا؟ ليقول للعالم أو المجتمع الإسرائيلي أنا مستهدف مثلي مثلكم أنا معرض للخطر مثلي مثلكم وإيران هي من أرادت أن تغتالني كون إسرائيل هي بصدد توجيه ضربة لإيران فهذا ما جعل نتنياهو يظهر مباشرة بعد ساعات من الحادثة عادة هناك تكتم عند العدو الإسرائيلي يمكن أن يبقى الموضوع أيام لكي يعلن عن نتيجة هذه الضربة طيب يعني استهداف منزل أو مقر إقامة بن يمين نتنياهو والحديث في إسرائيل عن أنها محاولة اغتيال شخص رئيس الوزراء وأن إيران خلفها هل هذا ربما يكون مقدمة لتنفيذ هجمات قوية في إيران واستغلال هذه الحادثة للضغط على الولايات المتحدة التي تحاول أن تكون الضربة الإسرائيلية ربما مخففة لإيران إسرائيل لم تعد بحاجة لمقدمة هي خلص اتخذت القرار وأخذت عزرا أن إيران أرسلت أو أطلقت 180 صاروخ فرد صوتي كلفت خسائر عند إسرائيل فيحق لإسرائيل هذا حسب الاعتقاد الإسرائيلي أن ترد هل الموضوع هنا هل يستهدف المفعلات النووية ولا أهداف عسكرية هذا هو المقصود هذا المقصود فهو الآن يقول نحن في خطر أنا رئيس الحكومة الإسرائيلية تعرضت لمحاولة اغتيال من إيران من إيران مباشرة وهذا ليس حزب الله الذي نفذها هذه العملية فيحق لي أن أرد كيفما كان وأينما ما أريد يريد أن يعلي السقف من ناحية استهداف إيران هذا الذي إراه منذ الأيام الأخيرة نتابع الهجمات الصاروخية لحزب الله تتصعد يوما بعد آخر وتستهدف مناطق تتوسع خارطة الاستهدافات اليوم حتى ظهر هذا اليوم 150 صاروخ قدرت بالرشقات التي نفذها حزب الله أي دلالات لذلك بالنظر إلى ما يقول الاحتلال أنه استطاع تدمير الكثير من قدرات حزب الله الصاروخية يعني المقاومة بشكل عام لديها سبات سبات لناحية صمودها في الجبهة في الحرب البرية لم تستطع إسرائيل حتى الآن أن تخترق الحدود اللبنانية إلا لبضعة أمتار حيث أن كمين من يومين تعرضت لكمين مجموعة من لواء قولاني سقط عدد كبير من القتلى والجرحى بينهم القطاعات الغربي والأوسط والشرقي ومزارع شبعة هناك هجومات كل يوم محاولات وتفشى الإسرائيل بإضافة إلى الهجوم البري هناك سبات أيضا لناحية إطلاق الصواريخ ناحية القريبة المدى أو بعيد المدى قريبة المدى هي التحشدات كيف تعلم المقاومة أن هناك تحشد للجيش الإسرائيلي في هذا المكان أو في ذلك المكان هذا يدل أن هذا المقاومة طائرات مسيرة تجسسية لازالت تخترق الأشوال الإسرائيلية وتأتي بمعلومات لكي تستهدف المقاومة المجموعات المحتشدة على طول الحدود بصواريخ بالنسبة للعمق كمان المقاومة لازالت تضع حيفا كهدف يومي مقابل الضاحية وتلابيب أيضا نفس الشيء وكمان نلاحظ أن المقاومة منذ أسبوع تستهدف البانك الأهداف الستراتيجي الذي عرضته بهدهد واحد واثنين واثلاث